تكاهنات حول حقيقة ما جرى في منشأة نتانز النووية الإيرانية فما بين انفجار مفتعل تؤكده تقارير دولية وحدة تلقائي تذهب إليه بعض الأطراف في إيران تأتي صحيفة فينانشل تايمز لتؤكد أن ما حدث فعلا في هذا المفاعل النووي هو انفجار مفتعل قامت به تل أبيب منشأة نتانز المعروفة بأنها مصنع تجميع لأجهزة الطرد المركزي المستخدمة لتخصيب اليورانيوم يفترض أن تكون مؤمنة تماما ضد أي هجمات أو انفجار داخلي لكن طبيعة التفجير ومكانه يؤكد رواية قيام قوة كبيرة لها باع في الهجمات الإلكترونية بتنفيذ هذا الهجوم تقرير صحيفة الفينانشل تايمز يشير إلى أن صور الأقمار الاصطناعية المأخوذة للموقع النووي الإيراني نتانز تظهر حفرة بعمق عشرة أمتار وحطام وقطع مدمرة من الأسقف وفقا لمعهد العلوم والأمن الدولي في العاصمة واشنطن والذي قال إن الانفجار تسبب في انتكاسة كبيرة لقدرات إيران على نشر أجهزة طرد مركزي على نطاق واسع لسنوات قادمة منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بدورها أقرت أن حجم الضرر كبير فيما ذكر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أنه يعرف السبب الرئيسي للحادث لكنه لم يقم بالكشف عنه لأغراض أمنية بحسب تعبيره مراقبون أكدوا أن غرضة الأبيب من هذه الهجمات هو إشعار إيران أنها ليست في مأمن وأن تحركاتها النووية تحت المجهر مستبعدين أن تكون الهجمات في إطار حرب متكاملة ذات هدف قريب وإنما في إطار استراتيجية بعيدة المدى تعتمد على الحرب الهادئة ذات النفس الطويل وعلى ما يبدو فإن ارتفاع الهجمات الملحوظ ضد المنشآت الإيرانية يؤشر على أن تل أبيب بصدد العودة إلى سياسة العمل الانفرادي ضد برنامج إيران النووي والصاروخي اشتركوا في القناة